السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحييكم ودوماً على المحبة اللقاكم أيها العزاء منذ القرن التاسع عشر ظهرت الحركة الإصلاحية في أجواء صعبة جداً حيث الاستعمار الحديث للجزائر والهند ولمناطق شاسعة من العالم الإسلامي كان الشعور بضرورة إيجاد خطاب إسلامي جديد يتعرض ويتناول المشكلات لها علاقة بالعلم بالعقل بالخطاب الديني بالتصوف بالأساطير بالبدع بعقلية العقل العربي كيف يتعامل معه هناك إشكالات كثيرة ظهرت في القرن التاسع عشر لكن هذه الحركة الإصلاحية ما تزال إلى هذا اليوم لم نحسم موقفنا من هذه الحركة الإصلاحية تجاه الفكر الديني جمال الدين الأفغاني محمد عبده رشيد رضا هذه الشخصيات الكبرى خير الدين التونسي شخصيات الكواكبي كل هؤلاء ما زلنا لم نستطع إلى حد كبير مواصلة هذا الفكر الإصلاحي من أجل أن نصل إلى حلول ربما كان يبحث عنها كل من الأفغاني محمد عبده ربما أضعنا جهد هؤلاء الناس أو ربما لم نضع هذا ما نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة أن نتبينه أن نتحسس تلك الأسئلة العميقة التي طرحتها الحركة الإصلاحية في مصر في إسطنبول في الأستانة في تونس في المغرب العربي في بلاد الشام سوف نتوقف عند الأسئلة الجوهرية التي طرحتها المدرسة الإصلاحية وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ إبراهيم قرايبة المفكر والكاتب الأردني أهلا وسهلا وسهلا يا مرحبا شكرا جزيلا الله يبارك فيك يعني أستاذ إبراهيم ربما المرحلة الاستعمارية القرن التاسع عشر كان له أثر كبير في نشأة الفكر الإصلاحي هل ترى بأن الاستعمار فقط كان هو السبب ولماذا نعم هو ليس الاستعمار بشكل مباشر يعني لنصف المرحلة المرحلة التي تشكل فيها الوعي الإصلاحي أو الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي وهي كانت جزء من الوعي العالمي في كل مكان في كل مكان في العالم يعني لو تنظر إلى اليابان إلى أوروبا كلها ظهرت حركات إصلاحية وفلسفية جديدة لأول مرة مذاهب في الفكر والفلسفة مثل ما حصل في العالم الإسلامي إذن ليس بمعزل عن الحراك الكوني الحراك الكوني هي الحدث الكبير الذي اشتاح العالم عندما تحولت التقنية التكنولوجيا من الزراعة إلى الصناعة ثورة صناعية كان حدث كبير جدا وصار له متواليات سياسية واجتماعية وفلسفية على وعي جميع الأمم ومن ضمنها العالم الإسلامي تأثر بهذه الموجة وإن كان الأمة الإسلامية المسلمون تأخروا في استيعاب الموجة التي حدثت التي بدأت بالمطبعة في القرن الخامس عشر الآلة البخارية وحصل كمان على من الثورات الكبرى الثورة الفرنسية 1789 الثورة الأمريكية 1776 الربيع الأوروبي 1848 المذاهب الفلسفية والأدبية والحركة الفنية التي ظهرت في أوروبا يعني لو بقينا بحاجة لندوى أو أكثر لنستوعب التحولات التي حصلت في العالم ومنه كان طبيعيا أن تظهر الحركة الإصلاحية في العالم العربي وفي الهند وفي الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية التي كانت في أيامها الأخيرة ربما أو في قرنها الأخير في ذلك الوقت نعم في العالم الإسلامي بدأ الإدراك لهذا الحركة المناطق التماس مع أوروبا جمال الدين الأفغاني في معرفته بالإنجليز في الهند كان يعيش في الهند وتعرف على الحضارة الأوروبية والتجربة الإنجليزية النهضة البريطانية وحاول أن يستوعب هذه النهضة في نموذج إسلامي خير الدين التونسي سافر إلى الغرب وحاول أن يقتبس التجربة الإدارية والتنظيمية والمالية للجديدة للعالم الأوروبي ليعمل إصلاحات في تونس وكذا طبعا الحدث الأكبر اللي يعتبر الصدمة الكبرى للعالم الإسلامي هي الغزو الفرنسي نابليون لمصر في 1798 بعدها استفاق العالم الإسلامي مسلمون استفاقوا على شعروا بصدمة كبيرة الفارق الكبير الفجوة التي تفصل بينهم وبين العالم يعني نابليون دخل مصر بالمدافع والبارود وما زال الجيش المصري يحارب بالصيوف صيوف جميلة وبمقابض من ذهب وتلمع لكن لم تفد كثيرا صحيح يعني دكتور هل نتحدث عن استفاقة أم نتحدث عن بداية نهضة أم نتحدث عن إصلاح أم نتحدث عن تجديد يبدو أننا أمام أكثر من مصطلح لتحديد نوعية هذا الحراك أو هذا التجديد أو التغيير عم ماذا نتحدث بالضبط عن هذه المدرسة؟ يعني حتى نستوعب أو ندرك التاريخ الذي حدثت في هذه الفترة لم يكن هناك دولة مركزية في العالم كله أيضا أين الخلافة العثمانية؟ الخلافة العثمانية بدأت تضعف؟ دولة لا مركزية هي نظام إمبراطوري وهذا نظام كان يسود العالم العالم كان تسود إمبراطوريات ظل هذا النظام الإمبراطوري أربع آلاف سنة حتى الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الأولى بأربع آلاف سنة والعالم تحكم إمبراطوريات إمبراطوريات كلمة مهيبة هي لكن هي في الحقيقة تعني عملياً لا مركزية يعني في ظل لأن نحكي عن الدولة العثمانية الدولة العثمانية إطار إطار شامل لكن في ظل هذا الإطار هل ضعف الخلافة العثمانية كان له دور أيضا هل الشعور بأن الخلافة العثمانية لم تعد كافية لم تعد قادرة على أن تكون هذا الإطار الجامع هذه الدولة القوية التي تحمي التي تبني التي تقدم نموذج الإسلام هل كان له دور في هذه الحركة أولا هذا النظام الإمبراطوري صار يواجه تحديات في العالم كله لم يعد يصلح للعالم الجديد بدأ العالم منذ القرن السابع عشر يتجه نحو الدول المركزية يؤرخ للدولة المركزية بمعاهدة وستفاليا 1648 بدأت الأمم تعي نفسها بمكان وقومية وهوية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية الخلافة العثمانية وهي نظام إمبراطوري مثلا مثل الإمبراطوريات الروسية واليابانية والبريطانيا فرنسا ومن قبل الأمويين العباسيين الروم الفرس الفراعنة يعني هو النظام اللي كان يسود العالم بدأت تواجه تحديات في إدارة هذا المساحات الشاسعة فينا العالم والوعي الجديد القوم الشعور بالذات والهوي وتنوع اللغات وبدأت تتعرض لهزائم يعني أول هزيمة تعرضت لها الدولة العثمانية 1683 في فينا ثم مالطا ثم مع الروسيا وبدأت تتوالى الهزائم لكن تأخرت الدولة العثمانية في النقد الذاتي المراجعة يعني السلطان سليم الثالث بدأ يحاول بعد أكثر من مئة سنة عملية إصلاح كان الدولة العثمانية مليئة بالأوزار التي يصعب إصلاحها من أخطرها الجيش الانكشاري الذي لم يكن جيشا وطنيا ما عاد يصلح في التعبئة والنظام الدفاعي الأمم تحارب عن أراضيها وليس المرتزق عمليا الجيش الانكشاري هو مرتزق لا علاقة لهم بالدولة إذن كان هناك علاقة وطيضة بين تراجع الخلافة العثمانية ومحاولة الإصلاح والنحوض نعم هذا النظام القديم دكتور الحقيقة لو توقفنا عند الشخصية الرئيسية إذا صح التعبير ولا أدري إن كنت تتفق معي في هذه النظرة أم لا جمال الدين الأفغاني هذه الشخصية المتمردة إذا صح التعبير القلقة المسكونة بحس الوحدة والبحث عن الجامعة الإسلامية التي ترفض الاحتلال في كل مكان تذهب إليه وتؤسس نوع من المجموعات الرافضة للاستعمار في كل مكان يدخل إليه هذه الشخصية ما هي أهم القضايا التي أقلقت أو التي شغلت عقل جمال الدين الأفغاني نعم جمال الدين الأفغاني وتحديدا يعني هو المشروع الأمة الإسلامية لم تكن في دولة مركزية في العالم الإسلامي كانت نظرة نظرة الأمة وهو لما لاحظ التقدم البريطاني والهزيمة الإسلامية في الهند بدأ يستوعب تجربة البريطانية وينظر أيضا في أحوال المسلمين وكانت فكرة هي النظر في الأسس التي يمكن أن تنهض بها الأمة يعني هو نظرة في النهضة الأوروبية ثم حاول أن يقتبسها ويستوعبها في الإطار أو في المجال الإسلامي وجدها مثلا أنه هو في التعليم المتقدم نعم اللي بدأت يظهر بوضوح المخرجاته في بريطانيا العلماء المهندسين الفنيين الفلسفة الجديدة التي تؤسس للوعي للفكر المراجعة النقد وهو أيضا حاول أن يجد ما يدعم هذه الفكرة هذه واحدة من أهم طروحاته طروحات الخط الإصلاحي هذا إمكانية التوفيق بين النهضة الغربية والفكر الإسلامي جميل لذلك هو وجد في مقدمة بن خلدون مثلا كان يعتبرها من يحاول تدريسها وتقديمها للعالم الإسلامي للمسلمين للشباب لهذا كمحاولة لتغيير التلقي الذي تقوم عليه الأمة في تعليم الناس الدين جميل يعني الحقيقة أن جمال الدين الأفغاني هذه الشخصية التي أحيانا هناك من حتى لم يعرف ما هو المذهب الذي كان يؤمن به أو هو هل سني أم شيعي أفغاني أم إيراني هناك بعض الإشكالات التي انتابت هوية الشخصية والتي ربما فتحت الباب أمام من يشكك حتى بهذه الشخصية أو نواياها أريد أن أستمع لتعليقك أستاذ إبراهيم حول هذه النقطة ولكن ابقوا معنا وأنتم العزاء نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من جديد أيها العزاء والحديث عن الحركة الإصلاحية في الفكر الإسلامي وحديثنا مع الأستاذ إبراهيم غرايبة المفكر والكاتب الأدورتوني أستاذ إبراهيم قبل الفاصل الحديث عن شخصية جمال الدين أفغاني هناك من اتخذ هذه الشخصية وبعض الجوانب غير المعروفة ربما ذريعة لنقد هذه الشخصية أو لرفضها لأن كل مغير أصلا هو ينتقد كل مصلح ستجد له أعداء كل إنسان بحجم الأفغاني أكيد أن هناك حتى هذا اليوم نجد كثير من الناقدين وربما الناقمين حتى هذا اليوم على الحركة الإصلاحية برمتها الحقيقة نحن الآن ننقض جمال الدين الأفغاني بمعايير تشكلت بعده بفترة طويلة لم يكن في العالم الإسلامي في ذلك الوقت في عاصر القضية الشيعية السنية لم تكن موجودة بالضبط كان المسلمين أقرب إلى التقارب أمة الإسلامية واحدة يعني مذاهب ضمن الأمة الواحدة لم تكن هذا الشعور الشعور الفرق بين الشيعة والسنة لم يكن موجودا وإن كان يقال أنه كان في محاولة التمييز الشيعي في إيران تحصل يعني لكن العالم الإسلامي لم يكن لم يكن ينظر إلىها لم يكن يقيم أحد إنه شيعي أو سني يعني أمراض اليوم لم تكن نعم إن كانت أمراضا أو هي أمراض أو مشكلات يعني الانقسام ثم لم يكن أحد لم تكن الهويات المكانية والوطنية ذات اعتبار ما كانت لم يكن ينظر إلى أحد إنه هو من أين جاء خير الدين التونسي الذي سنأتي إليه هو شركسي محمد علي ألباني الذي حكم مصر نعم والدولة العثمانية معظم بالمناسبة الدولة العثمانية لم تكن يعني حتى ظهور القوميات القومية التركية ما كانت دولة ذات قومية تركية أبدا ما كانت تقدم نفسها أسرة حاكمة مثل الأمويين مثل العباسين عثمانيين وليس ترك طب لماذا هذه الكراهية تجاه ليس فقط الأفغاني حتى محمد عبد يوني تجد اليوم بعض الأطر حتى يعني كثير من الاتجاه السلفي ينظر للمدرسة الإصلاحية نظرة تشكيكية تخوينية تكفيرية عجيب هل المشكلة هي في عدم وجود نقد علمي لهذه المدرسة هل المشكلة بأن محمد عبده والأفغاني اجترحوا أشياء ربما لم تستطع هذه الحركة مثلا أن تقبلها لماذا هذا البغضاء تجاه محمد عبده وتجاه الأفغاني هي تغييب البعد التاريخي في المسألة الحركات الإسلامية الجديدة حركات نشأت في ظل الدولة المركزية أنشأتها الدول المركزية جمال الدين الأفغاني محمد عبده رشيد رضا الكواكبي خير الدين التونسي لحد علي عبد الرازق هو العبور مرحلة انتقالية بين الأمة والدولة المركزية كانوا مفكرين أحرار مفكرين أحرار ويصعب على غير الأحرار أن يفهمها مفكرين يفكرون للأمة ليس في إطادة ونهضة الأمة مشروع أمة وليس مشروع الأمة نعم طائفة ومشروع مجموعة الصناعة القوة العامة يعني كانوا يفكرون لم يكنوا ينظرون مفهوم الإسلامية الذي أنشأته الحركات والإسلاموية ربما أحيانا نعم يعني هم ينظر الإسلام بالنسبة لمحمد عبده جمال الدين الأفغاني المسلمون النسبة لمن تقول الإسلام هو ينسب إلى المسلمين إلى الأمة وليس إلى الدين نعم في البعد التاريخي هذا نسيه الناشطون الجدد الناشطون الجدد يفكرون بفلسفة دون أن يعترفوا بذلك بعقلية الدولة المركزية هي موأمة الدولة القائمة مع الإسلام لم يكن يشغل أحد هذا الانشغال الذي تقوم عليه الحركات الإسلامية الآن لم يكن يفكر فيه أحد قبل الثلاثينة الله أستاذ إبراهيم أذرني أذرني على المقاطعة ليس فقط الحركات الإسلامية يعني قد تجد مثلا أنا استبعت لبعض يعني المتحدثين يعني قد يكون هو ليس في حركة إسلامية وحتى ربما هو جزء من مؤسسات دينية في بعض الدول أيضا بعض الدول التي هي فيها عند مشكلات ومع ذلك هو يعتبر نفسه بمثابة المدافع عن نظم سياسية ولكن بنفس الوقت ينظر إلى تجربات الإصلاح الديني والفكري عند محمد عبدو على أنها خيانة للإسلام يعني ما المشكلة هل الفكر المتطرف استطاع أن يتسلل حتى لبعض المؤسسات الرسمية وأصبح تفكير هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم يدافعوا عن الدول هو نفس نمط التفكير لدى الحركات المتطرفة ما القضية أحسنت في تشخيص المسألة وتحدثنا بها مرة عندما نتحدث عن موضوع العلمانية والدينية يعني أنا لما أقول الحركات الإسلامية لا أعني به الحركات الإسلامية فقط أقصد فكر الحركات الإسلامية نمط التفكير نمط التفكير نعم نعم هذا النمط من التفكير يحمله غير الحركيين إن صحات العبارة يحمله شخصيات كثيرة الرسميين الرسميين نعم معادين سياسيا للحركات الإسلامية لكن يحملون نفس الفكر هذا الشيء العجيب نعم المؤسسات الدينية الرسمية المؤسسات التعليمية كليات الشريعة في العالم الإسلامي كلها تحمل هذا الفكر لأنه هو فلسفة واحدة هي فلسفة الدولة المركزية عمليا الحركات الإسلامية والمؤسسات الدينية والتعليمية كلها فكرة تواحدة اللي لما نشأت الدولة المركزية بعد الحرب العالمية الأولى بدأت الدول العربية والإسلامية تبحث عن هويتها وتشكل نفسها أرادت أن تنشئ دولة معاصرة منسجمة مع الشريعة الإسلامية ونهض في ذلك الحركات الإسلامية والمؤسسات الدينية معا الكليات الشريعة كل رسائل الماجستير والدكتوراء التي ترعاها كليات الشريعة هي لمحاولة اجتراع تصور للدولة المعاصرة منسجمة مع الإسلامية والله هون نقطة الجامعات والكليات الشريعة وتدريس العلوم الإسلامية يعني أنت لفت أن نعود لنقطة أساسية ربما امتاز بها محمد عبدو الذي انشغل في موضوع إصلاح التعليم ربما أكثر من الأفغاني الذي كان أكثر ميلا للسياسة نوعا ما والقضية السياسية كانت هي الشغل الشغل هل تشعر أن محمد عبدو الشيخ محمد عبدو رحمه الله عندما توجه نحو الإصلاح إصلاح التعليم يعني أنه قد نجح أو ربما قدم شيء يمكن أن نصفه بالنجاح بطريقة أخرى في الأزهر كيف تقيم هذه التجربة؟ تجربة محمد عبدو مع الأزهر والتعليم الديني وواقع التعليم الديني الذي امتلأ بالإشكالات وربما حتى الخرافات بعض الأحيان نظريا فكرة محمد عبدو فكرة رائدة وما زالت حتى اليوم فكرة رائدة ومهمة جدا أنه الإصلاح يبدأ بالتعليم دائما وليس بالسياسة؟ لا بالتعليم أكيد إذن أنت تؤيد الشيخ محمد عبدو في توجهه؟ نعم الخطوة الأولى دائما في التعليم لما نحكي عن التطرف لما نحكي عن التخلف لما نحكي عن الفقر لما نحكي عن الحرمان عن العدل عن اللامساوة كل القضايا التي يعاني منها أي مجتمع الابتداء بالتعليم ليس كما فعلت الحركات الإسلامية وكليات الشريعة ومحاولة أسلمت المعرفة إن صحت العبارة هذه واحدة من المتهات التي انتهت إلى نهايةها انتهت إلى الفشل يعني عوضا أنسنت المعرفة أنسنت المعرفة يعني أنت مسلم يعني الإسلامية هي المسلم وليست الإسلام الإسلام لا يمنحك توقعاتك أنت تذهب بتوقعاتك إلى العالم وتظل مسلما والمسلم يظل إنسانا أيضا يعني لا يفقد المشترك الإنساني حتى بعد وهذا اللي كانت علي تسير علي الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي وصحي إحني إن كنت مختأ على مدار التاريخ يعني مما بدأت النهضة العلمية في العالم الإسلامي في القرن التاسع الميلادي لنقول مع الأمويين بداية النواة ثم تقدم اللي ظهر بالعصر العباسي بالقرن الرابع الهجري العاشر الميلادي لننظر إلى هذا الفكر الذي ما زال حتى اليوم هو المنارة التي صنعت هذا المنجز الفكري والحضاري هو ليس أن نذهب إلى المواءمة بين الإسلام كما يفعل الآن الدول جميل إنما هو التقدم بما هو تقدم يعني موافقات الشاطبي نعم قل لك مثال جميل موافقات الشاطبي نظرية المقاصد هي فلسفة الذهاب بالفلسفة إلى الدين يعني المقاصد الكبرى هي مقاصد الفلسفة عند جميع الفلسفات والأمم هي الحق والخير والجمال ومثلها الأشباه والنظائر نعم مجلة الأحكام العدلية هي المقاصد العامة للأمم جميع الأمم أستاذ إبراهيم الحقيقة يعني هناك من قال عن ابن رشد أنه كان فيلسوفا يفكر نيابة عن البشرية أو عن الإنسانية الحقيقة أنا لمست ودائما ما ألمس هذه النقطة عندما أعود إلى الأفغاني محمد عبده أن هناك من كان يجلس ليستمع لهؤلاء العلماء من كان يجلس من العلمانيين من المسيحيين من الوطنيين يعني أنهم لم يكونوا بحجم اتجاه طائفي أو فكرة دينية محدودة نحن نتحدث عن مفكر شامل عن المثقف الذي يستوعب الاتجاهات المختلفة الحقيقة أريد أن أستمع لإجابتك أستاذ إبراهيم غرايبي ولكن ابقوا معنا وأنتم أيها العزاء ابقوا معنا نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم من جديد العزاء والحديث مع الأستاذ إبراهيم غرايبي حول المدرسة الإصلاحية وتجديد الفكر الإسلامي أستاذ إبراهيم قبل الفاصل مساحة التفكير كانت مساحة كبيرة جدا يعني لو أخذت رجل مثل محمد عبدو يتكلم بمواضيع مثل موضوع التطور ويتكلم في مواضيع علمية في ذلك الوقت يتكلم بأفق واسع ليس مثقف ديني نمطي يعني هذا النوع من المثقف المسلم العالم المسلم إلى أي مدى استطعنا أن نعيد إنتاج شخصية بقوة ومساحة الشيخ محمد عبدو نعم كما قلنا يعني وتفضلت أن الأمة المفكرون الأمة وروادها كانوا يفكرون إنسانيا كأمة يعني عندما نقول إسلامي كانت تعني حتى فترة للآن ويفترض وأظن أنه هذه الكلمة الافتتاحية المفتاحية بالفهم إسلامي يعني نسبة إلى المسلمين وليس نسبة إلى الإسلام ضروري جدا أن نميز أن نميز أنه نحن لا نستمد هذه النهضة والتشريعات من الإسلام مباشرة نحن ننهض بها كبشر ومسلمون اجتماع اجتماع اقتصاد ثم يعني العبرة أن الإسلام يمنحنا الدافعية والفعالية الحضارية والاجتماعية وأن لا نناقض المقاصد الكبرى والتعاليم الإسلام هي الإنسجام مع الإسلام اللي نشغلوا عليه المعاصرين هي النظر أن نذهب إلى الإسلام لنحصل على الكيميا على الإدارة وصار عندنا علم الاجتماع الإسلامي والمستشفى الإسلامي والإعلام الإسلامي واللباس الإسلامي ولم يكن ذلك أحد يعني كأنك تقول أستاذ إبراهيم بأن الإنشغال بما هو ديني بحت قد غلب على النزع الحضارية الإجتماعية الإنسانية العامة وبالتالي رجعنا إلى الجانب الديني بمعناه الحرفي والتقصي والأسلم بمعناها الحصي ومعناها الضيق وليس بالمعنى الحضاري الواسع نعم أردنا أن نحرر الكلمة التي انشغلت عليها الدول والجماعات منذ الحرب العالمية الأولى حتى اليوم المائة سنة الماضي الأسلمة وليست الإسلامية نعم قبل ذلك كان ينظر إلى الإسلام الحضارة الإنسانية العامة يعني كما الأمثلة التي أعيد يعني التي هي وجهت الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية المقاصد والتشريعات أصول الفقه أصول الفقه مثلا ما هي نظريات فلسفية الضرورات تبيح المحظورات لم يذهب إلى وإبداع بشري وعقلي عنديق طبع المقاصد البشرية يعني التي أنشأ بموجبها الفقه والتشريع نعم فهي الإسلامية بمعنى الحضارة الإسلامية الأمة المسلمين وليست جغرافيا إسلامية أو إعلام إسلامي ثقافة إسلامية هذا أمر ليس قلعي هل تشعر بأن هذه القضية أسلمت الأشياء هل هي ناتجة عن الشعور بزوال الخلافة الإسلامية وبالتالي انتهاء الخلافة العثمانية قد أشعرت بعض المسلمين بنوع من الضياع وبالتالي رجعوا إلى هذا النوع أو هذا النمط من الإسلامية لكن كان هذه المرة مشبعا بطريقة دينية بالمعنى الضيق وليس بالمعنى الواسع هل الخوف عن الهوية هو كان السبب وراء ذلك؟ وتشخيص تشخيص أعتبر خاطئا أنه إحنا خروجنا عن الإسلام بالمعنى لم يخرج أحد عن الإسلام أيضا مع انتهاء الخلافة لم يخرج أحد عن الإسلام بقي الإسلام والإسلام بقي الإسلام والإسلام العكس يعني التدين ولكن نحن تخلفنا هذه المشكلة الفكرة أنه أنه إحنا إذا وهذه موجودة بالمناسبة أيضا في اليهودية وفي المسيحية هذه النزعة أنه إحنا إذا طبقنا إذا صلينا وصمنا ورجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله لن تضلوا أبدا وهذا فهم حرفي يعني والله أنت لفت انتباهي يطلق طاقاتك الإداعية لشيء مهم وأعذرني على المقاطع والله أنه لو قررنا الإصلاح حركة الإصلاح الإسلامي بالحركة الإصلاحية مثلا مارتين لوثر وكذلك الحال موسى أو موزيز مندلسون اللي هو الإصلاح اليهودي حركات الإصلاح اليهودية وحتى المسيحية هي حاولت أن تقدم خطاب جديد يختلف عن الخطاب المسيحي التقليدي سعد الكاثولي واليهودي التقليدي هنا لو قارننا الإصلاح الإسلامي بالإصلاح اليهودي مارتين لوثر والإصلاح المسيحي مارتين لوثر والإصلاح اليهودي موسى مندلسون ماذا نقول؟ نعم بالمناسبة وأنت أعرف مني في الكاثوليك استدرك الكاثوليك الآن النهضة الوعي بالضبط الكاثوليكي يتفوق على الإنجليين وعلى اليهود يعني هم استثمروا الإصلاح والتجديد أكثر من وهل فعلنا ذلك في النطاق الإسلامي؟ لا طبعا هل استثمرنا محمد عبدو أم نريد أن نرجع إلى مرحلة ما قبل محمد عبدو باسم العودة إلى الأصول وباسم الإحياء نعم المبالغة هاي فكرة الأسلمة لا صرنا إسلاميين ولا صرنا نهضويين نعم أضعنا النهضة وأضعنا المعنى العميق للدين لأن أقحمنا الدين في مجالات ليس هذا ما يريده الله في تقديري جميل ونسينا القواعد والسنن الأساسية للنهضة والتفكير تفكير السنني نعم لأكس ما ما تفضلت به عن مندلسون أو النهضة الدينية الإنجلية لاحقا الكاثوليك تفوقت على الجهتين نعم الحقيقة يعني الكاثوليكية متقدمة جدا الآن في الوعي والفكر الديني هي أنه النهضة من الفلسفة والفنون أن نعرف العالم أن نعرف الله والكون والإنسان ثم نحن كمسلمين كمتدينين كمسيحيين كيهوديين ننسجم مع هذه الحقائق الكبرى المعرفة الكبرى أن نعيش كما يقول أن نعيش الحياة بشجاعة نعم وأن نثق بالله وأن نعي حقائق الكون الكون حقيقة حقيقة قائمة لن يغير منها شيئاً يعني ذكرتني على قولك أن نعيش بشجاعة خاطب جمال الدين الأفغاني محمد عبدو مر في رسالة أو في مقولة يقول أيها الدرويش الفاني كن فيلسوفاً ترى الدنيا العوبة ولا تكن صبياً هلوعاً وبالتالي فعلاً يعني هل المصلح يجب أن يمتاز بهذه الشجاعة وبالتالي المصلح إن لم يكن شجاعاً وقادر على أن يضع بين يدي الناس فكرة جديدة وإن كانت مؤلمة أحياناً وسيدفع ثمنها من التشكيك الغير من هو المصلح؟ من هو المصلح؟ يعني الأستاذ الجامعي المستوعب درسه ويقدمها لن يكون مصلح إلا إذا تقدم بمبادرة شجاعة لها ما لها وعليها ما عليها يفقد سمعة وقد يساع إليه نتجة هذه الشجاعة لا إصلاح إلا أن يكون له مؤيدون ومعارضون لا إصلاح إلا هكذا وأن يتعرض للدراسة والنقد والمراجعة لأن هذه الدراسة والنقد والمراجعة والمعارضة والتأييد هي التي تطور الفكرة وتجعلها قابلة للتطبيق يعني إحنا نقول حدين إن شئنا للمعرفة مثل أي معرفة حد الشغف بالمعرفة وحد الدور العملي لهذه المعرفة الفائدة العملية فنحن نتقدم الطلاب والأساتذة والمثقفون الشغف أساساً بالمعرفة إنما لا معنى لها إلا إذا رأينا أثرها العملي إذا حسنت في حياة الناس في التعليم في وعيهم قللت من المشاكل حسنت السلوك الاجتماعي حسنت إدارتهم لحياتهم فهي فكرة ناجح الصواب هو النجاح جميل يعني حد المعرفة الشغف المعرفة هو حد التطبيق العملي أثرها العملي في الحياة وفي الموارد وفي الأعمال والله يعني قبل أن نأخذ الفاصل أستاذ إبراهيم يعني تأسيس الحزب الوطني كيف استطاع الشيخ محمد عبدو أن يكون له أيضاً خطاب وطني يعني الخطاب الديني الذي يساعد الخطاب الوطني والذي يبلور الخطاب الوطني أريد أن أتوقف عند هذه النقطة المهمة الحقيقة أستاذ إبراهيم كيف يمكن للخطاب الديني عندما يكون واعياً وعميقاً وحضارياً أن يسهم في بلورة خطاب وطني يسهم في البناء كما حدث مع الحزب الوطني أستاذ إبراهيم إبقى معنا وأنتم أيها العزاء نعود إليكم مع هذا الفاصل السلام عليكم ورحمة الله عدنا من جديد أيها العزاء والحديث عن المدرسة الإصلاحية وأثرها في الفكر الإسلامي وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ إبراهيم راهبة أستاذ إبراهيم قبل الفاصل تحدثنا عن قدرة الشيخ محمد عبده كمفكر إسلامي مفكر حضاري أيضاً على أن يكون مفكر وطني وبالتالي هناك من اتهموا بالعلمانية أو اتهموا بكذا وندرك بأول علمانية حتى نكون دقيقين لأنه كذلك الحال كان يعمل وطنياً كان يفكر في مصر وفي تقدم مصر وفي العمل السياسي المصري بنفس الوقت الذي كان يفكر فيه بالأزهر وبإصلاح التعليم هذا الخطاب الحضاري الإسلامي عندما يتقدم أيضاً نحو المواطنة ونحو الوطن ونحو الإصلاح الوطني وفي خصوصية مصرية أيضاً بدأت مصر مبكراً قبل الأقطار الإسلامية الأخرى يتشكل خصوصية وطنية فيها وإن ظلت في ظل الدولة العثمانية لحد الحرب العالمية الأولى لم يكن الخديئ اسم الخديوي وإن كانت وراثية عائلة وراثية إلا بقرار همايوني من السلطان الدولة العثمانية لكن بدأت تتشكل خصوصية مصرية وواجهوا وحدهم المصريون الاحتلال البريطاني 1882 واستشكل بطبيعة الحال الوعي الوطني مع الفكر الحضاري الذي تنهض عليه الأمة وكان الأزهر هو طليعة هذه الأمة حتى الحرب العالمية الأولى وما بعد ذلك كان المؤسسات الجامعات التعليم كله في المساجد أساساً يعني معظمها بما في ذلك الطب والعرف والهذا كانت في المساجد أو حول المساجد فتشكلت في شعور بالخصوصية أنه إحنا نواجه قدرنا الآن يعني الدولة العثمانية لم تعد تفيدنا وإحنا كمصريين يجب أن ننهض بأزمتنا في مواجهة الاحتلال وفي النهضة التي نستطيع بها أن ننشئ بلدنا والحقيقة بذلك كانت مصر ظلت هي تقود هذا يعني سابقة على الأقطار الإسلامية الأخرى بالخصوصية التي تشكلت بها المهمه مكان يواجه وحده ونهض وحده أيضاً وتعامل مع التجربة الأوروبية مبكراً وحده إذن هناك خصوصية للهوية المصرية ربما تساعد أكثر من دول أخرى سبق بالحالة التي تشكلت في ظل الدولة العثمانية صارت علاقة بالدولة العثمانية قليلة وأخذت قدر من الاستقلالية هي ككيان وحدها كيان مستقل ضمن الدولة العثمانية وهذا كان نظام تسمح به لمركزية الإمبراطورية محمد علي في ألماني سوى هو طيب أستاذ إبراهيم في نفس الوقت تقريباً في القرن الثامن عشر نتحدث كان هناك الحركة الوهابية يعني الحركة الوهابية وما فعلته وكلنا يعرفون أن هناك مراجعة للفكر السلفي وأين وصل هذا الفكر وأين أوصلنا الحقيقة وهناك من لا يدرك بأنه قد أوصلنا إلى نهايات حزينة للأسف ومؤلمة لكن الحركة الإصلاحية محمد عبدو الأفغاني هل هناك أي تماث ربما حدث أو أي نوع من التداخل أو التضارب أو الاشتباك أو أي شيء كيف يمكن أن نقيم هذين التيارين بصفة عام؟ التجربة الوهابية للإصلاح السلفي لم تكن كثيراً بالمناسبة متناقضة مع الحركات الإصلاحية أين يمكن أن نقول نقطة الضلة أو الاختراق النخضة بالعالم الإسلام؟ كلاهما كان يفكر في النهام؟ نعم رشيد رضا كان على أم بالإحيائية؟ أكثر ربما معنا؟ يعني هي فكرة استلهام التجربة الإسلام كدافع للإصلاح تجربة ألهمة المسلمين يعني رشيد رضا من الناس اللي كان معجب بهذه التجربة مالك بالنبي كان معجب بهذه التجربة الإخوان المسلمون الآن لا يتذكرون ذلك أو لا يريدونهم كانوا معجبين جداً بالتجربة وتلاحظ نفس الشعار شعار الإخوان ونفس شعار الدولة السعودية حركة الوهابية على وجهتها حتى الأسماء التسمية الإخوان هي تسمية أيضاً كانت موجودة والله هذا يقودنا للسؤال مهم جداً أثر المدرسة الإصلاحية في الإسلام السياسي يعني هل محمد عبدو رشيد رضا رحمهم الله كان لهم نوع من التأثير الفكري في الإسلام السياسي؟ أم أن الإسلام السياسي يعني يختلف عن الحركة الإصلاحية؟ لا في المرحلة الأولى الإصلاح السياسي كان ملهماً للحركة الإسلامية وملهماً للوهابية نفسها لم تكن الوهابية بهذا يعني تأخرت حتى أصبحت عقبة في وجه الإصلاح لم تكن الوهابية نجد ثم السعودية عقبة إصلاحية حتى منتصف القرن العشرين وما بعد وما بعد يعني لم تكن حركة مناهضة لم يكن السعوديون يجدون فكرهم يتناقض مع الإصلاح أو مع العالم الإسلامي لكن صار انتكازة لكن طريقة الإصلاح منذ السبعينات يعني قضية استخدام القوة يعني في الحركة الوهابية نحن نتكلم عن أيضاً وجود استخدام قوة وبطريقة ترتبط بالأحكام الدينية الشرك البدع وحركة يعني عسكرية هناك نوع من استخدام القوة بينما محمد عبدو نعم هذا الجانب لضعهم مفكرون مثقفون لم يستخدموا أي نوع من القوة صحيح هذا جانب من يعني أنت بدأ الخصوصية التاريخية الجغرافية لمكان في صراعات قبلية والقبائل بالضبط تحكم مناطق هذا جانب مهم وصار نعم الجانب الاجتماعي العشائري نعم الاجتماعي الواقعي بينما مصر تختل كعين المشروع الدعوي والمشروع السياسي وظل هذا متقبلاً جيداً لا بأس به يعني له سيئات وله حسنات ولكن كان يجب التخلي عنه ما حدث قبل خمس سنوات كان يجب أن يحدث قبل خمسين سنة وأكثر أنه انتهت خلاص للتاريخ مع احترامنا كل تجربة مفيدة وجيدة في مكانها حتى الإخوان المسلمين كانوا تجربة لهم سياقهم لهم سياقهم اللي نشأوا فيه وانتهت يعني لكن لا يجب أن نأخذ هذه التجارب على أنها هي الإسلام كما ذكرت في بداية لا طبعاً ليس أحد منها الإسلام وهي ترتبط بالمسلمين وبالاجتماعاتهم وهذا التفريق يعني هذا الوحد الكبير على هذا التمييز حقيقة بين أن نربط الفكر الإسلامي بمجتمعات بسياقات اجتماعية وبين أن نربطه ليكون ممثلاً عن الدين أو عن العقيدة وهذا التمييز ضروري هذا ما وقع فيه الحركات الإسلامية المعاظرة شعور بأنها الإسلام شعور بالتميز أن الآخر مخطئ كراهية الآخر صار احتقار الآخر صار حالة جديدة غير مألوفة يعني استيعاب استلهام النماذج النازية القومية التعصبية وصيغتها إسلامياً الاستعلاء الاستعلاء الإيمان تشبه الاستعلاء النازي أو الفاشستي تميز والله هنا أيضاً أثرت انتباهي لقضية يعني رغم أن مرحلة الاستعمار كانت مرحلة قاسية وأنا أعرف ما الذي حدث في الهند ما الذي حدث في يعني مئات الألاف ملايين يعني قتلوا في الجزائر لكن نظرة الأفغاني وجمال الدين كانت نظرة متوازنة لعنة الغرب الغرب الشيطان شيطنة الغرب شيطنة الآخر لم يكن لدينا أو لدى هذا التيار هذا النوع من شيطنة الآخر هل ربما هذه ميزة أيضاً للتيار الإصلاح أنه استطاع أن يستوعب ما هو إيجابي من هذه الحضارة دون أن يشيطن الحضارة بجملتها؟ نعم هو كما تعلم الفشل والهزيمة يواجه كما يقول أرنول دتويملي باتجاهين اتجاه الاستيعاب الإيجابي أو اتجاه العودة إلى التراث والأصول نعم في المرحلة التي كان فيها محمد عبد وجمال الدين الأفغاني كانوا ما زالوا يشعرون أنهم أمة قوية و قادرة على الإصلاح والمراجعة يعني محاولة استيعاب إيجابي لما يحدث المرحلة التالية كانت خرجت من الهزيمة هزيمة الحرب العالمية الأولى الساحقة جداً للأمة الإسلامية ثم الحرب العالمية الثانية يعني هزائم كبيرة جداً أفقدت الأمة والناس رصيدهم التاريخي وفعاليتهم جميل كان فيه العودة ردة الفعل المعاكسة العودة إلى الأصول إلى التراث الشعور بالخوف الشديد يعني بطريقة عاطفية ربما أكثر منها طريقة استقام نعم ليس للنهضة حماية الذات الخوف الخوف على الذات كانت طيب دكتور يعني اليوم أين هي الحركة الإصلاحية؟ أين هي الحركة الإصلاحية؟ هل انتهت الحركة الإصلاحية؟ لا بالطبع لم تنتهي لا ينتهي الإصلاح أكيد يعني إنما أصبحت الأمة كلها مسؤولة عن هذا يعني تعقد الإصلاح أكثر من أن تنهض به جماعة أو طليعة من الناس هي مسؤولية الأمة الحكومات والأفراد والجماعات والجهاد كل مكونات الأمة أيها ببساطة التغير الإيجابي جميل في الحريات والعدالة والحياة والحياة أن تكون كرامتنا أفضل وأن تكون حياتنا أفضل يعني كيف نعيش حياتنا جميل وأنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إبراهيم غرايبة على هذه الإضاءات حقيقة وأنتم أيها العزائلة أن نلقاكم في حلقة أخرى أستدعوكم بالله ترجمة نانسي قنقر